تعبير الأجمل أن الكاميرا كانت تسرق طلع الزكريا ده أصدق تعبير عن هذا الفنان المبدع أنا شفته آخر مرة من بعيد كده ففرح أنا الزاهد ليه ابنة زوجته شفت الأب اللي هو الأبنة مش بنته بالدم مش ابنته لكن شفته في عيونه ونظراته سعادة الأب بفرح ابنته حقيقي وبعدين بعد كده لم أقريت الكلمة اللي كتبتها هنا وطبعا هنا ما حدش يقدر يقول أنها بتتصنع الكتابة لا بتكتب مشاعرها حسيت أن كان إحساسي صادق كان فعلا أب أو أبن لابنة زوجته كأنها بنته بالضبط بالضبط ونتعرف البنات يحسوا بذات في الطفولة وهو عاش مع مرحلة الطفولة أنا كمان يعني في النهاية عمرها برضو أنا صغيرة أيوة وعاش طفولة فهي مبارك كدب أنه هو ربى ثلاث بنات دي طفولة آه فهو تكلم على ثلاث بنات مش على نفسها بس أيوة إنه كان بالنسبانه والحسية بتاعت البنات معروفة حتى لو إخوات من نفس الأب والأم في حسية فإزاي إدر لأنه ما كانش قاصد لكن هي دي مشاعره هو خلاص طفلة أحبها كما يحب ابنته بغير ما يسأل الـ DNA أو التحليل بيقول إيه هي بنته بنته مش بنته بيولوجيا لكن لكن هو اللي ربها وهو والمشاعر كانت واضحة زي ما قلت لك أنا حستها يوم الفرح الفرح لو كان على فرحها يا وحمد فهمي وحستها أو تأكدت من إحساسي لما قرأت الكلمة